لازم نعمل حاجة كده نسميها الثق في العملية ثق في عملية البناء والتطور من كم سنة كانت قيمة الأهلي أقل كثيرا في الإمكانيات وتحسنت الجودة بشكل مميز للغاية يمكن بخت الأهلي كان وحش أو سوق إدارة من بيتسو الموسماني للمجموعة ما قبل كأس العالم الأندية لخسرتك بيرسيتاوي يمكن لكن إجمالا وجود بيرسيتاوي في المجموعة هو إضافة للمجموعة ويمكن الاستفادة من ميكسوني حتى إمكانية الحكم عليه بشكل مطلق ثم تغييره أو الاحتفاظ به لاحقا دي تبقى نقطة تانية وفي النهاية بيتسو الموسماني يستحق الفرصة أنه يستمر على رأس القيادة الفنية للأهلي يستحق تجديد عقده قياسا بما سبق له من إنجازات وأداء ويستحق تجديد عقله لأنه أولا هو دلوقتي كمان خد بالك هو بيرسم رسمة طويل لتل أمد هو بيلعب لعبة صغيرة وبيطور طريقة اللعب لتلاتة اربعة تلاتة فأنت محتاج تكون متفاهم إن في رحلة ما بتتقطع في التطوير اللعابين وتعلمهم كل خصائص طريقة اللعب دي وصعب إنك تضحي به وتمشيه بسرعة وتروح لمدرب تاني يغير طريقة اللعب تاني وتفكر بإسلوب تاني وتجيب لعبة تانية بناء على طلباتهم أو طلبات الجهاز الفني فتكون النتيجة إن انت بتضيع وقت بدل ما بتمني انت بتضيع وقت ودايما بتبدي الرحلة من أول وجديد ودي دايما حاجة بتكون من الحاجات السيئة جدا في الكورة في مصر حاجة من الحاجات اللي افتقدها الأهلي والزمالك والمنتخب سنين طويلة مفيش مدير فني يقدر يديك عشرة من عشرة طول الوقت مش موجود الشخصية دي مش موجودة الزمن بتاع مانو الجوزي اختلف الزمن شخصيا اختلف وكرت القدم اختلفت وجودة اللاعبين اختلفت وأسعار اللاعبين اختلفت وتنافس الناس حواليك اختلف الدنيا اختلفت كتير واخر حاجة بالنسبالي ربما الأهلي خسر صحيح السمي فاينل لكن مواجهته للهلال او المواجهة المحتملة امام الهلال على اعتبار ان تشيلسي من الاندية اللي غالبا هتكون موجودة في النهائي فالمواجهة المحتملة مع الهلال دي واحدة هتكون من امتع المباريات العربية اللي ممكن تشوفها لان الهلال فافضل افضل حالته في الفترة الأخيرة وأعتقد انه هو بيقدم كورة قدم جيدة جدا ومتع جدا وحلو قوي انك تنافس مع المستوى ده ويمكن العبتك كمان تكون فريش اكتر فتقدر تديهم فرص اكتر تقدر تلعب كورة منتحة اكتر قدام منافس بقوة الهلال فتكون مبارة ممتع للاهلي ويخرجوا منها لان دايمان الدربي بتاع الاندية المصرية والاندية السعودية لما بتكسبه لو كسبته بتحس بفرحة كبيرة ويكون الاندية دايما فبيكون دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تعوضك نفسيا مع المدالية البرونزية عن الخسارة في السمي فاينل